باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذه الكلمة كلمة دقيقة فانهض إليه قد تكون جالسا قد تكون نائما قد تكون غير ملتفت وقد تكون لست جالسا ولست نائما وأنت ملتفت وقد تكون وقد تكون الجميع مطالبون بالنهوض إليه والنهوض يحتاج إلى نية وإلى عزم وإلى همة وإلى استعداد وإلى كيف نستطيع أن نتصور النهوضة باتجاه شخصية بهذا المستوى وباتجاه برنامج بهذه المسؤولية الثقيلة الكبيرة وإذا خرج اليماني فانهض إليه ماذا مر علينا في كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حينما وَلَّى عَلَيْهِمْ مَالِكَ الْأَشْتَرِ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُطِيعُ أَمْرَهُ فيما طابق الحق ومر الحديث فيما يرتبط بزكريا ابن آدم ومر الحديث عن العمري الأول والعمري الثاني رضوان الله تعالى عليهما ومر الحديث عن الفقهاء المأمونين وعن رواة الحديث الذين هم حجة من قبل إمام زماننا وعن كل التفاصيل التي أشرت إليها في الحلقة المتقدمة لم نجد شيئا تحدث به أمير المؤمنين حينما تحدث عن مالك الأشتر وكذلك حينما تحدث إمامنا الرضا مع علي بن المسيد عن زكريا بن آدم وما قاله إمامنا الهادي وإمامنا العسكري عن العمري وابنه لأحمد ابن إسحاق القمي وما جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب كل الذي مر ذكره وتفصيله في الحلقة الماضية لم نجد لحنا كهذا اللحن ولم نجد أمرا كهذا الأمر ولم نجد كلاما بهذا النحو من البيان والوضوح وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا الحديث في زمن الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه يعد الشيعة منذ ذلك الوقت هذا حديث يحدثنا به أبو بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه منذ ذلك الوقت هو يهيئنا ومن هنا قلت لكم قبل قليل من أنني أصر على الحديث عن اليماني ومنهج اليماني إن لم ندركه فإننا ننقل هذه الأمانة التي وصلت إلينا عبر الأجيال الشيعية السابقة من إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه نحن أيضا نؤدي مسؤولية هي على عواتقنا مثل ما أدى الذين سبقونا هذه المسؤولية ونقلوا الأمانة إلينا وسائل النقل والتوضيح والشرح والبيان اختلفت في عصرنا ما عندنا من الوسائل والإمكانات المتاحة لم تكن متوفرة لتلك الأجيال ولذا يجب علينا أن نؤدي الأمانة بحسب هذه الإمكانات المتاحة ومن هنا كانت هذه القناة ومن هنا كان هذا البرنامج ومن هنا كان هذا العبد بين أيديكم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه بأي طريقة بأي أسلوب ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه لأنه حين يظهر يظهر في وقت حرج الإمام على الأبواب إنها فترة زمانية قصيرة محدودة وسيعلن نداء الحق الحقيق من بين الركن والمقام أيام قريبة أنا لا أتحدث عن أيامنا هذه أتحدث عن أيام يخرج فيها اليماني هذا وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا لأنه لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا يعني أن مراشع النجاف لا يدعون إلى الحق ولا يدعون إلى صراط مستقيم وإلا لكانت الراية الأهدى خرجت من بينهم لماذا يضع صاحب السفياني رحاله في رحبة الكوفة في رحبة النجاف إنه يلقي برحاله هناك مطمئنا آمنا ثم بعد ذلك يعلن الجوائز المالية لأي شيء لكل من جاء برأس شخص من شيعة علي فهؤلاء الذين يقطنون في النجف من شيعة ما إنهم من شيعة المراجع وليسوا من شيعة علي فأشياع علي يخرجون من النجف يتقاطرون باتجاه اليماني أولئك هم أشياع علي وإن السفيانية ما هو بخائف من الخراساني خوف السفياني من اليماني وإن كان الخراساني سيصطدم بالسفياني وسيحزم قواته من العراق لكن السفيانية خوفه الأول من اليماني هاجسه الأول من اليماني لماذا لأن السفيانية هو الآخر يعلم أن اليمانية هو الأقرب إلى الحجة بن الحسن البوابة المفتوحة بشكل مباشر إلى الحجة بن الحسن لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم أؤكد على هذه المعاني كي لا تخدعوا بمن يدعى له في أيامنا هذه أنه اليماني اليماني إلى هذه اللحظة لا خرج ولا ظهر له أمر وإنما سيكون خروجه مقبلا من اليمن في الزمن القريب من ظهور الحجة بن الحسان والعلامة واضحة الخراساني يقبل من خراسان والسفياني يقبل من الشام واليماني يقبل من اليمن والنجف لا خير يرجى منها لأنها ستناصر السفياني تلك هي الحقيقة الواضحة جدا في أحاديث العترة الطاهرة وسنقف على هذه المضامين مثلما وقفت عليها في برامج سابقة سأقف عليها في قادم الحلقات حينما يصل الحديث إلى الجهة المناسبة لمثل هذا البيان نذهب إلى فصل